لم تهدأ الى احتجاجات في تونس رغم تقلصها نسبيا ست ولايات كانت مسرحا ليلا لمواجهات بين قوات الأمن ومجموعات نجحة بعضها في تخريب وحرق ممتلكات عامة وخاصة فيما تصدد قوات الأمن للبعض الآخر رئيس الحكومة وخلال زيارته لأحدى المناطق المتضررة بضواحي العاصمة أكد أن الدولة صاملة وأن الحكومة تتفهم احتجاجات الشباب السلمية متهما صراحة الجبات الشعبية بالوقوف وراء الأحداث يخدموا في الفاسدين اللي احنا وقفناهم وعبر بث الفوضى يحبوا يخرجوهم يخدموا في شبكات التهريب اللي ضربتها الحرب على الفساد ويحبوا يضعفوا الدولة وللأسف يخدموا في بعض السياسيين الغير مسؤولين اللي يحرضوا الجبهة الشعبية اعترضت الجبهة الشعبية التي تمثل المعارضة الراديكالية من أقصى اليسار بشدة على اتهامات رئيس الحكومة وأكدت في ندوة صحفية أن تصريحات يوسف الشهد تبرز تخبط الاتلاف الحاكم وفشله في إدارة البلاد وطالبت بلجنة تحقيق مستقلة في الأحداث رئيس الحكومة وقل يتهم الجبهة الشعبية كيف هو أن ينتعه؟ من الواضح وأن يحب يتملصهم المسؤولية مسؤولية الأجراءات اللي خذها اللي خذها حكومته والإخذاها لأتلاف الحاكم اللي هو ينتميله دعت أحزاب سياسية الحكومة إلى التراجع عن الزيادات لامتصاص غذب الشارع في مقابل ذلك حذرت حركة النهضة الطرف القوي في الاتلاف الحاكم مما سمته بالخطاب التحريذي والدموي متهمة الجبهة الشعبية بالسخرية من التونسيين لأنها صوتت لفائدة قانون المالية في البرلمان ثم دعت إلى الاحتجاج عليه لم تعد الاحتجاجات في تونس تشتد ليلا لتنتهي بمواجهات مع قوات الأمن أما في وضح النهار فتبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية على أشده أيضا وبين المشهدين ينتظر التونسيون نهاية ما لوضع فائق التوتر سياسيا وأمنيا فتح الفلحي قناة ميدين تيفي تونس